قالوا بالجزئة اللي جاية دي عشان فيها كلام مهم جدا مخرج مباراة الاهل والعين مخرج اجنبي الفيفا اللي بينظم وهو اللي حط القواعد فاخدوا مني بقى التفاصيل الحصرية من خلال برنامج التريند مخرج اجنبي هو اللي هيخرج مباراة الاهل والعين الاماراتي المباراة هتتنقل بكم كاميرا؟ عشرين كاميرا المباراة هيتم نقلها بعشرين كاميرا منهم او هيشتغل على الكاميرات خمس مصورين اجانب ده الكروء بتاع المخرج الاجنبي اللي هيخرج وهيشتغل على نقل المباراة تليفزيونيا بإذن الله يوم الثلاثة الساعة تمانية مساء بتوقيت القاهرة عشرين كاميرا مخرج اجنبي هيساعده خمس مصورين اجانب ضمن طاقم العمل اللي هيصور وهينتج هذا اللقاء واحنا عارفين قواعد معينة الفترة الخيرة بينتجها الاتحاد الدولة والاتحاد الافريقي ببلاها رولز كده تطبق في المباراة الكبيرة حاجة تانية النهاردة بعد التدريب آخر موعد لإرسال قيمة المباراة يعني الناس ممكن تستنى البكرة لا قيمة مباراة الاهل والعين هتتسجل النهاردة على السيستم قبل موعد المباراة 48 ساعة القيمة هتشمل كام لاعب تبقى للايحة الفيفا الخاصة بالبطولة دي 23 لعب بس منهم 3 حراس مرمى يبقى قيمة المباراة النهاردة النادي الاهل هيسجلها على السيستم الفيفا عشان تشارك في المباراة يوم الثلاث طب ربنا يكرمنا ونكسب العين وعنلعب في قطر 14 و18 ديسمبر هل نفس القيمة دي ولا الأمر هيختلف؟ لا الأمر هيختلف يوم 15 نوفمبر اللي جاي تقدر تبعث قيمة تانية ب35 لعب ب35 لعب ولكن يوم 9 ديسمبر هتختصر القيمة لـ 26 لعب الـ 26 دول هم اللي هيلعبوا مباراة يوم 14 على كأس التحدي في ملعب 9-7-4 في قطر مع الفائز ما بين بطل أمريكا الجنوبية مع بطل أمريكا الشمالية ولو كسبت بنفس القيمة الـ 26 اللي هتختصر يوم 9 ديسمبر هتلعب بها يوم 18 ديسمبر أمام ريال مدريد على استاد لوسيل في قطر وبالتالي دي الليحة المتعلقة بتسجيل اللاعبين والنهار دا لازم يتسجل 23 لعب طب ماتش الأهل والعين في 90 ديئة لو انتهت بالتعادل السلبة والإيجابي هل رقلات جزاعة ترجحية ولا فيه إكسترا تايم؟ لا فيه إكسترا تايم فيه شوتين كل شوت إضافي 15 ديئة وفي حالة التعادل هنروح لرقلات الجزاعة الترجحية القواعد دي موجودة في ماتش الأهل والعين وإذا تأهلنا بإذن الله إلى قطر يوم 14 و18 ديسمبر في مواجهة ريال مدري ترجمة نانسي قنقر